السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الصحيحين عند البخاري ومسلم الرسول الله عليه وسلم قدم لنا بشرى تحفه هدية والله إن أعظم من الدنيا ما فيها وإن يوصيكم بها قض بها نهارك اذهب بها همومك وغمومك وحزانك صرح بها صدرك والله علاج وإنها دواء للسحر والحسد والغم والهم والكرب أعظم علاج ولقد نعلم أنك يضيق صدرك ما يقولون فسبح بحمد ربكم من الساجدين قال رسول الله عليه وسلم اسمع الكلام اسمع الترغيب الآن في أسلوب شائق أسلوب عظيم يحب بلك الطعام قال صلى الله عليه وسلم والصحابة اسمعون اسمع البلغة يا أخي ألف في هذا الحديث كتاب ألفه بالناصر الدمشقي وحققه الشيخ محمد بناصر عجمي كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان ميزان الله ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قض بها نهارك فيها صعوبة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هذا تسبح الملائكة يسبحون الليلة والنهار لا يفترون ولا يسأمون يقول أبو ذر يا رسول الله ما حب الكلام إلى الله قال حب الكلام إلى الله ما اصطفى لملائكته سبحان الله وبحمده هؤلذي اصطفاه لملائكته وزد عليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فهمتم لو قضيت عمرك كله بس تعلم الناس سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ويقولون ابشر بالفردوس العالم في شايب عامي ترى في منطقة مناطق المملكة حضر في الحرم وسمع هذا الحديث من شيخ واخذ شايب عامي ما اعرف الله هذا كان ابني في الطوب يعني في ابني اظن في الحجارة واخذ يقوله في المجالس وفي المستشفى وفي الزيارة وفي الاعراس وفي المناسبات حتى يسمونه كلمتان اذا جاء عند الشبب قال كلمتان خفيفتان وفي الزواج وفي اللقاء كلمتان خفيفتان لسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان يا الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله عظيم قضى بها عمره اتاه حادث سيارة اغمي عليه في المستشفى ثلاث يام يقوله طيل الثلاث يام ليل وانهار وهو طبعا في غيبه بيقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان رحمن سبحان الله بحمده سبحان الله عظيم حتى مات مات عليها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدين وفي الآخرة وصية ونصيحة وأمان عندك أنك تبلغها أرجوك أنك تبلغها غفر الله لمن بلغها وبيض وجهه وغفر ذنبه وأسقه من حضن نبي صلى الله عليه وسلم